في منتصف شهر رمضان خرجت سيدة وأم صالحة تبلغ من العمر ثلاثين عاما لشراء ملابس العيد لطفلها وكان قلبها مقبوضا بعض الشيء دخلت أحد المجمعات وكان يجلس عند البوابة الرئيسية رجل مسن يبدو عليه الفقر والجوع ويستجد الناس والدموع في عينيه فنظرت إليه تلك السيدة نظرة عطف قالت في نفسها بإذن الله إن خرجت ووجدته سأعطيه من فضل الله علي لأن الآن لا أحمل نقودا وسأسحب مبلغا مناسبا من داخل المجمع بالفيزا التي معي اشترت السيدة ما يلزمها وخرجت في استعجال من أمرها لأن قلبها كان مقبوضا ولا تعلم ما سيحدث لها وكانت صورة طفلها لا تفارقها لذلك كانت تستشعر أن خطرا ما سيحيق بها لذا صممت أن تنفق على هذا المسن وكانت قد التقت بأختها داخل المجمع على موعد بينهما وحاولت أختها أن تهدئ من خوفها وانقباض قلبها لأنها تعلم أن أختها والدة الطفل تمتلك حاسة سادسة غريبة بعض الشيء وأثناء خروج السيدة مسرعة نسيت أمر الرجل المسن ولكن تذكرته قبل أن تتحرك السيارة فنزلت من السيارة وهي ترى الدهشة في عين أختها ورجعت مسرعة نحو المجمع ورأت الرجل لا زال على وضعه وينظر إليها بغرابة فتقدمت نحوه وابتسمت له وأعطته مبلغا كبيرا ثم انصرفت عنه بعد أن سمعته وهو يدعو لها بالخير عادت السيدة إلى سيارتها وهي تشاهد أختها تبتسم وتريد أن تعرف منها أين ذهبت ولكنها لم تخبرها بشيء وعند وصولها إلى المنزل رأت طفلها يلعب مع أبناء عمها فدق قلبها بشكل مخيف ولا تعلم لما خافت عليه وعندما رأها طفلها وهي تنزل من سيارتها جاء يركض نحوها دون أن ينتبه للسيارة القادمة فصرقت بأعلى صوتها وهي تراه يصدم وتلقيه السيارة عاليا كالريشة ويسقط فوقها ومن ثم يقع على الأرض توقفت السيارة فجأة وأصيب الذي يقودها بخوف شديد وما هي إلا ثوان معدودات وقد رأت طفلها يقف باكيا ويجري نحوها ليرتمي بأحضانها دون أن يصاب ولو حتى بخش صغير الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تفحصت السيدة طفلها بشكل سريع وسألته إن كان يشك من ألم فأجابها بالنفي وهنا تذكرت في نفس اللحظة ذلك الرجل المسن ودعاءه لها بالخير فدخلت بيتها وتوضأت وصلت ركعتين شكرا لله ثم قالت لقد أحسست بفضل الله الكريم الذي نجى ابني وأردت أن أقدم شكري لله عز وجل ومن وقتها وهي تواضب على الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأت مدى تيسير أمورها وقضاء حوائجها بالصلاة عليها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فتاة في الثلاثين من عمرها لم تتزوج ولكنها الأكثر عشقا للأطفال من بين كل الناس تعلق بها أولاد إخوتها أكثر مما تعلق بأمهاتهم لطيبتها وحنانها وعطفها عليهم وحلمها وصبرها عليهم بابتسامتها التي لا تفارقها كل ما كانوا معها هذه الفتاة وبدون أن تشعر كثيرا ما كانت تلاعب طفلا تحمله أمه في السوبر ماركت ولها قدرة عجيبة في إضحاك أي طفل يبكي أو يتعب أمه ويوميا تملأ حقيبتها بالحلوة وتوزعها على كل طفل يلعب في الشارع أثناء ذهابها وعودتها وأيضا عند عودتها تقضي يوميا أكثر من ساعة مع إبن صديقتها الطفل يتيم الأب تحاوره وتداعبه وتطمئن عليه ثم تعطيه طلبه الذي طلبه منها بالأمس لم يكن يشغلها الزواج والفستان الأبيض في حد ذاته وإنما كانت تتمناه فقط من أجل إنجاب طفل يقول لها يا أمي وليس عمتي أو خالتي في أحد اجتماعات العمل ووقت الاستراحة أخذت مديرتها تتحدث معها ومع زملائها وتقول باستعلاء شديد آخر عمر لزواج البنت هو 27 عاما لأن فرصتها في الإنجاب تقل ولو أنجبت ستكون أما عجوزا لقد زوجت ابنتي قبل أن تصل للخامسة والعشرين من عمرها ولم أكن لأسمح لها أن تتأخر للثلاثين مثلا كان الزملاء وأكثرهم من الرجال ينظرون للفتاة بحرج وحاولوا تغيير الحديث مع المديرة لكن المديرة أصرت على كلامها وتجاهلت تماما شعور الفتاة وكأنها تقصد تجريحها رغم معرفتها بأن هذه الفتاة رقيقة وحساسة جدا ولا تعرف الرد على مثل هذا الكلام لذلك فضلت الابتسام حتى لا يخونها إحساسها بالمرارة ويخرج أمام الجميع بكاء وانهيار لقد عادت هذه الفتاة في هذا اليوم لبيتها حزينة فتوضأت وصلت ثم أخذت تدعو الله بدموع عينيها وترجوه أن يخفف عنها حزنها وبعد أسبوع واحد جاءت صديقتها والدة الطفل اليتيم تخبرها بأن شقيقها الطبيب يريد أن يتقدم لها وأنه قد أعجب بحنانها وعطفها وطيبتها التي لا حدود لها وسيكون أسعد يوم في حياته إذا وافقت على الزواج به فوعدتها بالتفكير في الأمر بعد أن غادرت صديقتها البيت سجدت الفتاة لله شكرا وشعرت أن حلمها بإنجاب طفل سوف يتحقق وتمت خطبة الفتاة للطبيب وبعد خطبتها غابت مديرتها ثلاثة أيام عن الحضور للعمل وعلمت أن ابنتها التي تزوجت منذ ثلاثة أشهر تم طلاقها فحزنت الفتاة كثيراً عادت الفتاة إلى بيتها وبعد صلاتها للمغرب فوجئت بمديرتها تأتي لبيتهم بدون ميعاد سابق وإذا بها تبكي وتعتذر للفتاة لأنها جرحت مشاعرها وتطلب منها أن تسامحها لأنها تشعر أن ما حدث لابنتها كان بسبب حديثها سيء معها ابتسمت الفتاة لمديرتها وقالت لها لا أحمل لك إلا كل الحب ولكني تعلمت منذ صغري أن كسر القلوب يسبب ألماً كبيراً للناس وأن من يحقق نجاحاً لم يحققه غيره فليس هذا بسبب ذكائه أو قدرته الفائقة وإنما حدث بتوفيق الله تعالى على أن يعطي النعمة للآخرين ويحرم منها من استعل وتكبر فرفقاً يا سيدتي بالقلوب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر